هل يسوق في قوانين الطوارئ أن يشرع السلطان أو يتخذ بعض القرارات المتعلقة بالعبادات كأن يبطل صوما أو يقف زكاة أو حتى يعطل صلاة أو شيء من هذا؟ هو طبعاً إحنا عندنا القاعدة بأن العبادات في شريعتنا على نوعين هناك عبادات محضة كما يسمونها وهي العبادات غير معقولة المعنى بمعنى أن المقصود بها محض التعبد والتسليم لله والتسليم لله مثلاً المغرب ثلاث والعشاء أربع والصبح ركعتان هذا محض تعبد وصلاة بهيئتها نفسها صلاة بهيئتها في كل ركع ركوع واحد وسجدتان هذا محض التعبد بعضها سرية بعضها جهرية محض التعبد هذا لا دخل فيه لسلطان ولا لغيره ما يمكن أن يغير في هذه الهيئات وهناك عبادات معقولة المعنى يعني عرف الحكمة من ورائها وهذه العبادات تدور مع حكمتها هذه بمعنى مثلاً بأن الصوم إذا تبين بأن هناك مفسدة عظيمة تلحق بصاحبه الله جل جلاله ما كلفه ما كلفه ذلك طيب بعض الناس الآن يقولون قد نزلت طواعين نعم طاعون عمواس مثلاً نعم مثلاً طاعون عمواس وغيره مما ذكر وألفت فيه الكتب ولم يعلم بأن فتوى عارضة نعم طبعاً عندنا قاعدة بأن عدم العلم ليس علماً بالعدم عدم العلم ليس علماً بالعدم يعني مثلاً أنا الآن ما أعلم بأن أويساً أكل في الغداء لحماً ليس بالضرورة أنه ما أكل لحماً صحيح ربما أكل أنا ما أعلم فهذا هنا نقول عدم النقل ليس دليلاً على أنه لم يحدث فهذه المسألة ينبغي أن ننحيها طيب عندنا قدر متفق عليه بين العلماء جميعاً الآن متفق على أن حامل المرض لا يجوز له مخالطة الناس لأن في ذلك ضرر وإذا كانت الشريعة قد منعت آكل الثوم والبصل من مخالطة الناس لأنهم يتأذون برائحته فأولى أن يمنع من كان الناس يتضررون في صحة حياتهم فهذه محل اتفاق بين العلماء أيضاً هم متفقون على أن الذي يريد أن يترخص في هذه الظروف فيدعو الصلاة في المسجد ويدعو مخالطة الناس توقية بأنه لا حرج عليه في ذلك لكن المسألة المختلف فيها الآن قضية إغلاق المساجد بأمر عام بأن المساجد تغلق أبواب وقالوا يرفع الأذان ولكن لا تفتح المساجد هذا هو محل الخلاف بين العلماء الآن هل يسوغ للسلطان للحاكم أن يفعل ذلك وهل له سابقة في تاريخ المسلمين فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأن هذا الأمر لا يسوغ قضية تغليق المساجد لأن الشريعة شددت لهذا الأمر من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لو أن إنسانا ما تطيب نفسه بالصلاة في البيت يريد أن يأتي إلى المسجد ويصلي وحده لما يمنع من ذلك هناك بعض الدول أمرت الأئمة في المساجد أن لا يقيم الجمعة لكنها جزء من المسجد الجزء الخلفي من المسجد مفتوح لمن يريد أن يأتي ويصلي هو طبعا الجمعة ما تصعله بجماعة لا لا الجماعة تقصد في الجماعة صلاة الجماعة لكن أقول إذا كانت الدول استطاعت أن تعقم المستشفى المستشفيات وأن تضع المعقمات في أبواب المؤسسات الحكومية والدور التي يراجع الناس فيها لتنجيز معاملاتهم فلما لا تعقم المساجد أيضا من أجل أن تبقى مفتوحة لمرتديها لكن السجاد هذا كيف يعني يتم تعقيمه لما لا يعقم لا يوجد مكان آخر فيه نفس الحالة يعني المستشفيات والهذه كل الناس يسيرون على الأرض ولا يعني لا تمسوه لن يعدموا وسيلة ولن يعدموا مثلا كما تفضلت بأن يفتح جزء ولو يسير من المساجد يعني ليس بالضرورة أن نعقم المساجد إذا كان فسيح الأرجاء واسعا ممكن أن يعقم الجزء الذي يتاح للناس أن يستخدمه والمقصود بأن لا يعني تغلق هذه المساجد وتعطل الشعائر فيها من أجل أن نضيق يعني شقة الخلاف خاصة أن الناس كثير منهم يقولون سبحان الله إذا نزل البلاء فالناس أحوج إلى المساجد إلى التضرع والدعاء والاستغفار والبكاء وما إلى ذلك لكن أن تعطل ويحرم مرتادوها من دخولها فهذه مشكلة وجدنا في بعض الدول أن القرار هذا خرج تحت توقيع مجموعة من الأئمة والدعاء وعلماء ذلك البلد إذا تشأى وراء السلطان أو حتى طلب أو أمر من هؤلاء أن يبحثوا المسألة وأن يخرجوا له فتوى بهذا الخصوص يصبح سائغا يصبح فعل السلطان سائغا هو يعني أنا أقول بأن هذه مسألة الآن أنا لا أنكر فيها على المخالف يعني من رأى بأن هذا الإجراء سائغ شرعا فله وجه هذا وجه هذا رأيه والذي قلته هو رأيه